اشتركوا في القناة سبعة بوسات وهو يهتم بشكل خاص بصغاره الذين يعتمدون على طعامه للبقاء على قيد الحياة ومع ذلك هناك تحدي اخر يكمن في قلب الغابة عندما يحين وقت فقس بيض النسر تصل القرود الى ذروة نشاطها وجوعها تستمتع القرود بتحطيم بيض النسر والاستمتاع بالبروتين والوليمة الغنية بالدهون في الواقع هناك لحظات يومية يجدون فيها فرصتهم للاستمتاع على حساب بيض النسر في هذه الاثناء تحلق النسرة الام في سماء الغابة بحثا عن مرتكبي هذه الجريمة من غير الواضح ما اذا كانت النسرة قد اكتشفت الجريمة على الفور لكنها تتبع دائما حركات القرود بحذر حينما يكتشف احد القرود اقتراب النسرة من موقعهم يبدأ الصراخ والهرج والمرج تتجه النسرة بسرعة نحو مصدر الضجيج وفي ذلك الوقت يكون احد القرادة قد وقع في الفخ تنقض النسرة بمهارة فائقة وتمسك احد القرادة بمخالبها القوية القرد يصرخ ويحاول الهروب ولكن لا جدوى تنقل النسرة فرستها الى عشها الاخر حيث تبدأ في تقديم وجبة لصغارها يتم تمزيق القرد وتغذية الفراخ بقوة وحماس حتى يتبقى منه فقط العظام الصلبة الجلد واللحم يختفيان تماما في امعاء الفراخ الجائعة